موسيقى معرض مكتبة الأسكندرية الدولة الكتاب في دورته الثمنتاشر اختتم أعماله أمس هو بقاله حوالي أسبوعين وهي مناسبة مهمة بالنسبة لأسكندرية وأيضا يعني المحافظات المحيطة بأسكندرية رئة ثقافية مهمة الناس بتروح عشان خاطر الكتاب وعشان خاطر الندوة اللي بتتعمل على هامش المعرض وعشان خاطر أيضا كثير من ألوان الإبداع اللي بتتقدم فيه خلال الفترة الخاصة بمعرض الكتاب هذا العام شارك حوالي أربعة وسبعين دار نشر مصرية وعربية ودولية وأيضا أقبل جمهور كبير جدا متسع من إسكندرية وبخاصة الشباب لأنه نفطلت أجهزة صفية ففي مجموعة كبيرة جدا وجمهور واسعة من الشباب أقبل على حضور هذا المعرض قابل مثقفين وقابل مبدعين وشارك فيه أنشطة كثيرة كانت عمل حوالي مئة ندوة أو أكتر كمان من مئة ندوة ولقاء وكان الغرض الأساسي منها إن نفتح مدارك قطعات واسعة من المجتمع تحاول إن هي تشوف قضايا تتعلق بالإبداع الفني والإبداع الأدبي والثقافي الشعر والقصة أيضا موضوعات تتعلق بالشباب والمرأة وموضوعات أخرى تتعلق بأفكار بتناقش حاليا زي الزكاة الاصطناعي وخلافة افتتح المعرض الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية والدكتور أحمد بهيد دين رئيس الهيئة العامة الكتاب والأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد النشرين المصريين وعدد كبير أيضا من النخب المثقفة التي شاركت في أعمال معرض الكتاب من خلال جلساته وحلقاته النقاشية المتنوعة طبعا صعب أن أنا أذكر كل أسماء المثقفين والكتاب الذين شاركوا في أعمال هذه المعرض لكن أنا أشير إلى أن افتتحوا أو كانت الجلسة الافتتاحية فيه للشاعر الكبير والكاتب الكبير أحمد عمواطح جازي وبعد كده استمرت هذه الجلسات وشهدت موضوعات وقضايا كثيرة وانتهت بمجموعة من الجلسات حول ما أطلق عليه جوائز ومبدعون وكانت هذه الجوائز هي جوائز الدولة التي حصل عليها عدد من المبدعين المصريين سواء كانت جوائز النيل أو جوائز الدولة التقديرية أو جائز التفوق وجرى نقاش معهم حول الخبرات المستفادة من الحياة أنا في الواقع شاركت في هذه الجلسة وكنت يعني سعيد بهذه المشاركة لنستمعت إلى خبرات مهمة في الحياة الناس بتتكلم على أهمية الإبداع وأهمية التراكم وهبيت موجة التحديات وقال لا أسمح بأي شيء يكسر إرادة الإنسان وأيضا تحدثه على أهمية الامتنان والشعور بالفضل تجاه من علمني أو ساعدني في هذه الحياة وأيضا أهمية التنوع الفكري في بناء شخصية الإنسان يعني صعب أوي أن أنا أعتمد على ثقافة واحدة أو رأي واحد أو فكر واحد لابد أن أفتح منافذ الفكر قدام تكوين الإنسان حتى يصبح أكثر نتجا ووعيا وإدراكا يعني في الواقع أنا مش عايز أقول أسماء يعني منها شاركت لكن بالتأكيد كانت جلسات مهمة جدا وكان فيه زي ما قلت لحضراتكم نخب مثقفة شاركت فيها رئة ثقافية مهمة للمجتمع السكندري والمحيطين بتتكرر كل سنة على مداره 18 سنة ربما تعطلت فترة الكورونا بس لكن هي ممتدة من تاريخ عمر المكتبة اللي ناهز عشرين سنة افتتح زي مولت لحضراتكم هذا المعرض مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد وتولى تنظيمه رئيس قطاع التواصل الثقافي في المكتبة الدكتور محمد سليمان وساعده الشاب المبدع الأستاذ محمد غنيمة وأتصور أن هذا الحدث الثقافي المهم يمثل إضافة حقية للتكوين الفكري والإبداعي لقطعات واسعة جدا من الشباب في الأسكندري اسمحوا لنا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة